أسبوع أسبوعين 3-4-5 5 أسابيع وكم يوم 1-2-3-4 5 أسابيع وأربع أيام فإذا 22 من شهر آيار لحد 30 من شهر حزيران 5 أسابيع وأربعة أيام تمام؟ هون الفترة الزمنية بالأيام قلنا 5 أسابيع يعني 5 ضرب 7 5 ضرب 7 بيعطينا 35 يوم تمام؟ زائد الأربع أيام بيعطينا 39 يوم أتوقع يا رابع هلأ فكرة الدرس صارت واضحة لإلكم عنا 5 من شهر حزيران لحد 18 من شهر تموز نعين على حزيران 5 تمام؟ وعلى تموز 18 الشهر هلأ بننتقل كيف؟ بننتقل عموديا نحن بحزيران 5 حزيران يوم الأحد رح ننتقل عموديا هلأ هيك 12 19 26 هلأ خلصنا عد عموديا هون رح ننتقل لتموز برضو يوم أحد رح ننتقل هون على تموز يوم الأحد 3 10 17 وقفنا عند الصف الموجود فيه التاريخ 18 هلأ إحنا بنية 17 رح ننتقل هيك أفقيا لعندة 18 وكون هيك عندنا يوم واحد فخلونا نعد كم أسبوع؟ يوم الأحد 5 ما حنحسبها رح نبدأ أسبوع أسبوعين 3 أسابيع وانتقلنا لأحد بشهر تموز كان عندنا 4 أسابيع 5 أسابيع 6 أسابيع ويوم واحد فإذن يا رابع 5 من شهر حزيران إلى 18 من شهر تموز بكون عندنا 6 أسابيع ويوم فبكون عندنا الفترة الزمنية بالأيام قلنا 6 أسابيع يعني 6 ضرب 7 عشان نجيبها بالأيام اللي هو 6 أسابيع ضرب 7 أيام اللي هم أيام الأسبوع بيطلع عندنا جواب 42 يوم وكم يوم هون ويوم واحد يعني 42 زائد واحد وبيضين 43 يوم هلأ 24 من شهر آيار لحديد 25 من شهر تموز رح تكون عندكم هومورك تبدأ بطولة كرة القدام يوم 7 من شهر أيلول وتنتهي يوم 5 من شهر تشرين الأول كم يوما ستستغرق البطولة إذن يا رابع في عندنا بطولة لكرة القدم رح تبدأ ب7 من شهر أيلول أيلول اللي هو شهر 9 تمام ورح تنتهي بشهر تشرين الأول اللي هو شهر 10 تاريخ 5 الشهر تمام فإحنا هلأ يا رابع ب7 أيلول تمام يوم الأربعة رح ننتقل عموديا 14 21 28 انتهينا من شهر أيلول رح ننتقل لتشرين الأول برضو يوم 4 ونكمل عد عموديا رح نكمل 4 إيش بس 5 هيك وصلنا إحنا لإيش لخمسة الشرين الأول مباشرة إذن أسبوع أسبوعين ثلاثة أربع أسابيع وصلنا لإيش خمسة الشرين الأول ولكن السؤال إحنا طالب كم يوم أوكي فرح نحول الأربع أسابيع لإيش لأي يوم قلنا أربعة ضرب سبعة ويساوي 28 يوم بدأ مشروع بناء يوم 3 من شهر أيلول وانتهى يوم 27 من شهر تشرين الأول كم أسبوعا استغرق بناء المشروع وكم يوما استغرق بناءه بدويا بالأسابيع والأيام أوكي فإذن رح نعين 3 من شهر أيلول ونعين تاريخ 27 من شهر تشرين الأول رح ننتقل هنا 3 أيلول هو يوم سبت فرح ننتقل عموديا 10 17 24 انتهينا شهر أيلول رح ننتقل لشهر تشرين الأول برضو يوم سبت تمام هاي تشرين الأول يوم السبت 1 8 15 22 هل رح أنزل 29؟ لا ما رح ننزل 29 لأينا نحن تاريخ 27 27 فال27 تيجي قبل التسابعol فما رح ننزل هاد الأسبوع 29 لأ 22 رح ننزل هلا ايش نعد أفقيا أيام 22 هاي 23 يوم 24 25 أيام 26 أيام برضو يعني أفقيا أيام يعني إحنا عم نعد هون أيام مش أسابيع أفقيا أيام اوكي فنعد كم أسبوع نزلنا أسبوع أسبوعين 3 4 5 6 7 قلنا ما رح ننزل هاد الأسبوع لأنها هاد ثابيع قبل اصدي بعد 27 فما بصير نعنده يعني 1 2 3 4 5 6 7 7 أسابيع وكم يوم قلنا أفقياً أيام فبيكون عندي 1 1 2 3 4 5 5 أيام يعني 7 أسابيع وخمس أيام بكون عنا الأسابيع السبع أسابيع بنا نحولهم للأيام ف7 ضرب 7 49 يوم و49 زائد 5 أيام هادي 5 أيام بياتي نعر باوغم سين يوم